مثال فل نهاردة هنتكلم عن لقاء رامي صبري مع مونة الشازلي وانا شايف انه مش من عدتي دايما ان بتكلم على اي لقاءات فنانين مع اي مزيعين او كده ولكن في حاجات كده ايه يعني في حاجات كده بسيطة الواحد لازم بيقول رأيه فيها بشكل صريح وانتوا عارفيني اللقاء طبعا كان في حاجات كتير قوي وكلام بينه وبين حياته الشخصية يعني مع زوجته او ايا كان كله حلو كل حاجة لكن في حاجتين استوقفوني ولقيت برضو ناس بعتالي كومنت وبعتالي حاجات كتير برضو على حاجة هي انا حاجة خدت بالي منها وحاجة الناس قالتها اللي خدت بالي منه انه رامي صبري في اللايف برافو صوته طحفة صوته طحفة فعلا يعني من المطربين القلائل اللي صوتهم زي ما هو يعني صوته حلو يعني صوته زي ما هو بالظبط ليه بقى في ناس تقول لي ايه ده حطت اوتو تيون ده يا جماعة ما فيش حد بيحط اوتو تيون وهو بيغني يعني الاوتو تيون ده ما فيش مطرب بيحطه فيه عشان اكون صريح يعني بنسبة قليلة ولكن فيه فرق بين ان انت بتزبط مع الهندسة الصوت ان تزبط صوتك وفيه فرق بين انت تحط اوتو تيون اوتو تيون اللي انا اقول اه تطلع اه عارفين انتو الحاجة اللي هي بتاعت المهرجانات تلاقي بيصوته تحس يعني زور بقرة انا اسف يعني بس بجد الصوت ما ينفعش ان هو يغني مش كل بتوع المهرجانات بس بتكلم فيه ناس اصواتها يا جماعة مفعش تتكلم لكن بعد كده تلاقي رح عطت لك الاوتو تيون تلاقي بقى فيه عرب يعني بقى فيه عرب يعني فانا شاف ان رامي لا رامي صوته سليم صوته حلو واحلى ما في اغانيه اللايف انه بيغني بنفس التمبو بتاع الاغنية الاصلي بنفس سرعة الاغنية ودي حاجة انا بحترمها جدا وحاجة صعبة جدا على فكرة يعني احط لكم كده مقتطفات وهتفهمونا قصدي ايه انا في اغاني وبقولي كده عالي جالي كي مدر في بالي مش هخفي مش هبالي باعترف من اجارات اعد الوقت الوحدي مع نفسي وبفكر ايه الزمد اللي انا ازنبتو قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بيننا سلام او كلام ده انا خصلت الشوارع اللي مشينا فيها بس في حاجة زي كده صغيرة جدا هي اللي بتبين ان ده فعلا مطرب متمكن وبيغني آآ لايف بنفس جودة وبنفس التيمب وبنفس سرعة الاغنية الاصلية دي حاجة حلوة حاجة جمدة جدا وحاجة مش سهلة الحاجة التانية اللي الناس لقيتها دايما بتدي كومنت بتقول انه رامي مغرور رامي طريقته قدام الكاميرا انا شايف وجهة نظري في حاجة انا ما قابلتش رامي وما اتكلمتش معاه بشكل شخصي مش تليفون يعني يعني كنتكلم على انستجرام وخفيف جدا يعني ما كانتش فيه منه كلام كتير ولكن انا وجهة نظري رامي رامي ملوش وشين فده ممكن يخلي الناس شوية ايه طريقته قدام الكاميرا صادمة شوية يعني فيه مطربين وفنانين كتير جدا تتصدموا لما تقابلوهم في الحقيقة صدمة عمرك لما تشوفوا في الحقيقة ليه لانك بتشوفوا دايما قدام الكاميرا حد ممتع وحد رهيب تشوفوا في الحقيقة كارسة ليه شخص تاني خالص وخدوا بالكم مش ان انت انت فان مساء او ان انت حد معجب وكده لأ لما تشوفوا سواء في الشغل سواء لأ حد صعب جدا حد آآ حد غير ما انت متوقعه طبعا انا مش قصدي فنان بعين ولكن انا بتكلم بشكل عام فيه فنانين كتير كده وده طبيع يعني سواء مطرب او ممثل على فكرة لكن رامي انا وجهة نظر رامي اللي بتشوفوا قدام الكاميرا هو لما انت تقابله هتشوف بنفس طريقة تحبه بقى ما تحبوش دي حاجة بتاعتك بس انا وجهة نظر ان هو ملوش وشين يعني ما بيعافش ايه يكون اللي هو ايه هو حد عصب جدا احد مسلا ايه مش عارف ايه ويجو قدام الكاميرا اه ايوة اه لا والله طبعا انا مش باتكلم ان بقول ان هو ما بيعملش كنترول لا اكيد فيه فارق بينه قدام الكاميرا وورا الكاميرا لكن ما فيش اختلاف الشخصية الكاملة اللي بنشوفه في فنانين كتير جدا يعني اللي انا كنت بسمعه زمان يعني انا بسمع ان مثلا واحد زي اسماعيل ياسين ده كان عصبي جدا عصبي ويعني يعني لسانه بقى يعني عصبي جدا جدا يعني بسمع من كل الناس اللي عصرته وممثلين وكده قلت من اكتر الناس العصبية وتشوفوا الافلام وتشوفوا في اللقاءات حد يعني عسل وحد لذيذ جدا وفهي ما لهاش علاقة زي محمد ساعد مثلا محمد ساعد لاقيه في الكاتكوت ومش عارف ايه وانا هو اللمبي انا لما قابلت وتكلمت معاه دماغه توسن بلد مش الممثل اللي هو في نفس الكلام هنيدي هنيدي اللي هو الفنان القصير اللي هو الناس كلها ايه بيش شايفينه بيبي فيز دايما لأ هنيدي مؤسسة يعني فهي ما لهاش علاقة باللي انت بتشوفه قدام الكاميرا ده بينعكس على حقيقة الفنان اي ان كان مطرب او ممثل ده وجت نظري احلى ما في اللقاء انا انا بشوف ان انا اكتشفت صوت رامي سابري لايف رهيب بتحفة واتمنى ان يكون في اغاني جامدة لفترة الجاية بس ده اللي كان عندي نهاردة قلولي ايه احلى حاجة حبيتوها في اللقاء وايه الحاجة اللي انتو يعني ما كانتش حلو لانا الكمنت دايما اللي كان بيجيلي على حتة ام رأكشنات ومش مع مونة الشازل تحديدا ولكن انتوتل بشكل عام هو صادم ممكن يكون يعني مثلا اا عمر مصطفى عمر مصطفى اللي قدام الكاميرا هو هو ورا الكاميرا يمكن انه ورا الكاميرا اكتر كبير هو حد هو حد كده ملوش ومعنى ومش معنى كده ان الممثني تانين او الفانين تانين بوشين لأ بس في واحد بيعرف ان هو قدام الكاميرا كده وبعد الكاميرا اللي هو خلاص تمام لكن في ناس بتبقى على طبيعته انا شايف ان رام صابري واحد من الناس دي واحد على طبيعته تتقبله اوكي ما تتقبلوش اش طبعا ده اللي كان عندي النهاردة اشوفكم في فيديو جديد سلام